لدى استقبال سموه لعدد من أفراد العائلة الملكة الكريمة والمسؤولين قال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر إن الحفاظ على أمن والسقرار الوطن يشكل ضمانة أساسية لمواصلة منظومة التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات وأكد سموه أن مسيرة العمل الوطني بقيادة جلالة الملك حفظه الله ماضية بعزم لا يلين وبسعي متواصل نحو الإنجاز والتطوير والانطلاق بالبحرين إلى أفاق نتطلع إليها جميعا وقال سموه إن البحرين ستبقى عزيزة وهي تستحق من كل الاهتمام والاستفادة من كل فرصة تقود إلى التطور وعلينا أن نسمى جميعا في ترسيخ الاستقرار بالشكل الذي يحفز من قيمة العمل ويرتقي بالمجتمع وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر أليك ضيبية عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين حيث تطرق سموه معهم إلى عدد من القضايا المحلية والدولية وخلال اللقاء أكد سموه أن الحكومة حريصة على التوسع في البرامج والخطط التي تسهدف دعم المسيرة التنموية وتحقيق المزيد من المكتسبات للوطن والمواطن واستكر سموه دور رجالات البحرين الأوائل وما قدموه من عطاءات كان لها دورها البارز في مسيرة التطور والتقدم التي تشهدها المملكة وأكد سموه أن ما يشهده العالم من تحديات وأخطار يتطلب من الجميع أن يكون أكثر وعيا وتصميما على مواجهة كل ما من شانه أن يزعزع الأمن والاستقرار وقال سموه إن علينا أن نأخذ العبرة مما يجري من حولنا من أحداث ونوه سموه إلى أن البحرين في علاقاتها بجميع الدول تسير على نهج التعاون القائم على الاحترام المتبادل والتعاون في كل ما يشهده في تحقيق الأمن والسلام في العالم ترجمة نانسي قنقر